وللوقوف مشاهدين على استعدادات محافظة الإسماعيلية لعيد الفطر المبارك تنضم إلينا مراسلة أونلايف من هناك جرمين إبراهيم أهلا بك جرمين إذن كيف تستعد المحافظة لاستقبال العيد؟ بالفعل نتابع معكم من داخل محافظة الإسماعيلية آخر الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك هذه الاستعدادات التي جاءت في الاجتماع الذي عقده اللواء يسين طهر محافظة الإسماعيلية والذي أعطى عدد من التوجهات منها منع وجود أي أجازة للجهاز التنفيذي وأيضا القيادات المحلية في المحافظة وتفعيل دور غرف العمليات سواء الرئيسية أو الفرعية في المركز والمدن المختلفة التابعة لمحافظة الإسماعيلية أيضا تكثيف حملات الرقابة على الصحية والتموينية على مختلف المنافذ والأسواق من أجل مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ويمكن في هذا الإطار كان لنا منذ قليل لقاء مع الأستاذ علي إسماعيل وكيل مدرية التموين بمحافظة الإسماعيلية والذي أشار أن المدرية ستتخذ عدد من هذه الإجراءات إقامة غرفة عمليات رئيسية وفرعية وربطها بالغرف التابعة للمحافظة وأيضا الغرف التابعة لوزارة التموين أيضا سيتم التنسيق مع الصحة والطب البيتري ومباحث التموين لإقامة عدد من الحملات على الأسواق والمخابز أيضا المختلفة وستعود المخابز للعمل في موعدها الطبعية يمكن على عكس شهر رمضان التي كان بيقتلف في الموعد الخاصة بعمل المخابز أيضا سيتم التنسيق مع شركات البترول لتوفير استوانات الغاز وإقامة عدد من المجموعات التي تقوم بحملات على مختلف ومستوى دعاية الأنابيب المختلفة لتأكد من تقديم هذه الخدمات للمواطنين أيضا سيتم التأكيد على المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية وتوافر الأمصال بها في فترات العيد ونشر سيارات الإسعاف في مختلف الأماكن المتوقع أن يكون فيها إزدحام سواء في فترات العيد على مدار الأيام القادمة أيضا من الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد قامت وزارة الأوقاف بتجهيز 43 ساحة مفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد ممكن كتابية آخر الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك أعود إليك مرة أخرى في الستوديو شكرا لك جرمين إبراهيم مرسلة أون لايف من الإسمعالية شكرا لك